مرحبا بكم معنا مرة أخرى عدد كبير من المغاربة تعرفوا يوسف روسي يوسف روسي اللي لاعب كبير حقق إنجاز في المغرب في كرة القدم من بعد ما صار دياله له طموح آخر شأنه شأن أي مغريبي خدع ما صار آخر كيتعلق بالتدريب بدأ في الحلم دياله والنادي البرنوصي بطبيعة الحال من أجل برورة مشاريع أخرى في المستقبل دياله إلا أنه في الأخير يصطدم بواقع مر يوسف كيصدر في حقه حكم خمس سنوات من زوج التدريب أسباب مسببات الواقعة دور الجامعة في هذا الإطار إشكالية كبرى وفي الأخير كان له سند قوي أستاذ خبير في المجال كالعمود الفقري من أجل تصفية هذه الإشكاليات في الموضوع تبعوا معي القصة مع يوسف يوسف عدد كبير من المغاربات يعرفوك هناك أجهر أخرى صاعدة إذا كان ممكن كيف أضع المصار قبل أن تتكلموا على الدور في المنتخب المغريب بسرعة أصدق المصار بدأ في أولمبيك البيضوي ومن بعد التحق بالراجاء البيضوي سنة 1994-1995 فأش كانت الفيزيومة بين أولمبيك البيضوي والحليب هذه الساعة لعبت سنتين مع الرجاء ثم احترفت الناديغين ثلاث سنوات ثم احترفت الهولندا ثم احترفت الهولندا ثم احترفت ليكوس ثم اربع سنوات ثم احترفت قطر خمس سنوات قدرت كوب دي موند مع المنتخب الوطني المغربي الذي كان في فرنسا قدرت كوب دافريك الذي كانت في بوركينا فاسو سالية الكرييري في عام 36 سنوات ادخلت لهذا المصار التدريب أريد أن نعمل في البلد وقعت أمور في الأوين الأخيرة ديال الزوير ديبلوم كانت ندوى صحفية هذه مدة ديال تقريبا شهر وعشر أيام شرحنا أنا وستعبد الرحيم هذا القرار لانزل علينا كالصاعقة ديال خمس سنوات من زاول الشتدريب ديالي تنشكر بهذا المناسبة استعبد الرحيم لانقيت فيه الأخ والسند اللي قدر يدافع عليها في هذا الموضوع هذا للأسف ما عندناش حشي جهة اللي تدافع على المدربين كيف تنقولوا الويدا ديال ولكن ما تتحركش ما تدير حتى شي حاجة لقيت في السعد رحيم أشياء كثيرة لقيت منه الأخ لقيت منه الصديق دافع عليها اليوم ندوى ثانية ندوى ثانية ندوى ثانية شنوفيها فيها الباراء الحمد لله من هات الخمس سنوات بالعكس أنني المارس في البلد ديالي واخدت تقريبا الحمد لله الباراء ديالي بشكل كبير ف يعني أشنو اللعاب إلا السمعة دياله كانوا ناس بغول تخص صورة ديال يوسف روسي ولكن الحمد لله ربي كبير ما بغاش ربي حيد هذا الظلم هذا لعلية وبه الحقيقة ديال أن يوسف روسي باري الحمد لله من قدر نزاول من قدر نشتغل من قدر نرفع على نصي من قدروا ولداتي حتى هم يعيشوا ويفتخروا باباهم يوسف روسي له علاقة كبيرة بلاعبين زولوا معك دوزوا معك مصار الكل يعلموا جيدا من هو يوسف السلوكية لديه شيئا ما شخصية هو كاتوم بشكل كبير هو جدي في العمل حققت إنجازات المغربة بطبيعة الحال من بينهم أعتقدوا أدو هذو لاعبين ليعلموا جيدا من هو يوسف هذو اللي ساندوك رقت المحنة يوسف الحمد لله يعني كانوا أصدقاء في مجال الكورة وكانوا أصدقاء حتى بر المجال ديال الكورة اللي ساندوني وكيف قلتي تعرفوا جيدا ما كان هو يوسف تعرفوا يوسف واش غد يمكن يدير هذا المسائل ولله فلقيت منهم السند وسند يعني معناوي بشكل كبير ما يمكنش وتصور أن الإنسان ينزل عليها واحد الظلم بحل واحد الصعيقة وكيفاش غير يتعامل معه هنا تبقى الدور ديال الأسرة أولا ديال الزوجة ديالي الوليدات ديالي ديال الصديق ديالي السيد عبدالرحيم حتى هوايا دور دور معناوي اللي بقيت قادر أن أنا نجي ونتكلم في هذا الموضوع وأن أنا نجي باش نوقف على الحقيقة ديال هذه المشكلة فالحمد لله كانوا أصدقاء من ضمنهم كيف قلتي عبد السلام وادو اللي تنقلي يعني كل الاحترام والتقدير لأنه جاء من بعديه ولكن بقى عقل على الأمور اللي أول فاش تيجي شي العاب المنتخب كمجموعة احنا كنا كيف كنا نقولنا نور الدين الطهار كنا الحمد لله تنعرفوا كيفاش تكون يكون الجروب تلك كان جا جديد تيبغى يجلسي بوحده ما تنخليه وشنقولونه نخصك تأنتقري يجي دخل مع المجموعة تتسمى لدابتاسيو كنا نحن نعاونه المدريب برا الملعب أن الوليدات اللي تيجي وجداد ما يبقىوش بعاد يدخلوا وسط المجموعة واللعاب اللي تيجي المنتخب تبقى تتذكر هذه الأمور كيفاش كانوا الأيام اللي أولا ديالو داخل المنتخب ووسط المجموعة فأكيد بالنسبة للوادو أمور كتير بيني وبينو في المنتخب هذا كشي على شلق 8 سنة ولا عبد الله فهمي ولا لاعبين كاملين اللي كانوا قدموا لي السنة ولا أحمد البهجاء ولا رشيد الداودي أكثر لاعبين أكثر الحمد لله سنرى معك الكلمة الأخيرة في الأخير مشاهدنا الكرام لتنورق العام أكثر في الموضوع معنا الأستاذ الوزاني خبير قانوني في الرياضة له إمكانية كبيرة ويحلل بطريقة دكية وبطريقة قانونية وبشق إنساني محد في الموضوع هو السند وهو رجل المهام الصعبة الذي ساعد يوسف أزمة إشكاليات في الموضوع هذا الحكم الجائر كيف أصدر بدون الشكاية في الموضوع أساس الجامعة هل لها منهجة محكمة في تتبع اللاعبين السابقين اللي داروا اللي عليهم فترة ولهم ما صار آخر إشكالية كلها تتطرح القلب النابض لفك لغز هذا الملف وحيتياته والستاذ الوزاني تبعوا معايا أستاذ الفاضل لك أدور كبير وجوهري في الموضوع بشاهدة يوسف وشاهدة عدد متتبعين في مجال الرياضة كيف شفتي القصة ديال يوسف اجتماعيا وإنسانيا وقانونيا وكيف شوكبتي معه حتى الحمد لله اليوم تنصف في البراءة دياله بداية المواكبة ديالي ديال يوسف هو أنه أنا واكبت يوسف انطلاقها من قناعة شخصية بأن يوسف تعرض للظلم هذا الرقم واحد جوج من طبيعتي أنا يعني أعمل عملت متطوعي يعني ولا أبحث عن شهرة ولا عن مال ولا عن دعم لا لا هذا مشيري المجال ديالي أنا يوسف القضية دياله اللي تبنيت أنا لأنها تبنيت بقناعة ومشيت بها منذ البداية ولكن ما شجعني على أنني نمشي في الدفع ديالي بهذا الحمس هذا هو التيقة اللي وضحه يوسف علش أنه من صاحب القضية إذا كان عنده توجس من طريقة بش كتخدم أو ما عنده يعني وحد ضبابية في رؤية ديالك أو كده ما كيمكنه كل شي يمشي معك تنهاية يوسف لا يوسف بالعكس يعني منذ البداية كان معايا كان ذاك الإنسان اللي يعني منضابط لأي حاجة كان يقول لك يقول لك لك سعد رحم علش لأنه هو كيشوف التاريخة كانت مشاو ومعادي كنت كنقوله أنا دائما هو هو الفرق بينه وبينه هو هو صاحب موضوع هو صاحب الموضوع ولي خاف أنا مغاديش نخاف أنا واخد أنا واخد الميلف بالعقل هو واخده بالقلب الفرق بينه هو هذا علش إنه يعني دائما عنده تخوفات كنت كنقوله أنا لا أنا آخر واحد ممكن أنه يفقد الأمل وأنا آخر واحد ممكن يسيء الظن بشي واحد وأنا و وهكبنا المرحلة اللي ابتدائية كيف ما قلت خلال ندو الصحفية كانوا عندي أنا دوباطاي جوج دين المعركات المعركة الأولى هي ميستارية وأنني كنا نحاول كيفش أنني انتبت أنني ما زال عندي الحق في الاستيناف بش ما ممشي ليش استيناف أنا الاستيناف لأن الاستيناف اللي بشيك صافي ترميني وستطعنا أننا ناخدوه الاستيناف دينا ويقبلونا بأننا نحنا تضلمنا في المرحلة الامتدائية ما تبلغناش بالرسالة لولا دينا بش ندفع رأسنا وبالتالي تم حرماننا من الدفاع على حقنا على حق المشراء ألا وهي التكافؤ الفرص في التقاضي وهذه المواتق الدولية حتى في القوانين الجنائية كي يقول لك آخر كلمة كتكون هي المتهم علش بش يدفع على رأسه احنا تم تغييب هذا الجانب هذا فيما يخص دفاع دينا على هذه القضية هذه إذن اللولة كان هو أولا قبول الاستيناف الثانية هو أنه احنا اخترنا النهج ديال الدفاع شن هو وأننا لم يمشنش نقشو مع هاد الناس قانونيا عنش أننا فهمناهم المرحلة الابتدائية من اللي حكم علينا بخم سنين فهمنا بأنهم ناس يعني حكم علينا الضرارة لكو أننا نحنا لم يجاوبناهم مش سيد الفرية كتكلم عن الكاف ما كانت لديك علاقة مع الجامعة هذه الجامعة هنا ما لدينا شي علاقة مع هذا الموضوع الموضوع لدينا نحنا مع الكاف إذن المرحلة الابتدائية الحكم اللي جاءت ضدنا انا احنا فهمناها بانهم بعد فهمنا بان هاد الناس هدوا ما جاوبناهمش وبتالي غا يضربونا باقصى العقوبة اقصى العقوبة هي هذه اللي لزروف حقنا اذا ما احنا ما لومناهمش ملي جات المرحلة الاستئنافية اخترنا ان ناخدوا واحد النهج اخر شنه هو وانه عيو اذا ما نضربو في الحكم الابتدائي وتعليلاته والكلام ديالنا بحالك اللي كنا كانوا قوي لا خليناه من الجانب احنا مشينا جاب الميستاري جاب الميستاري شنه هو وانه هاد دالي ان هاد الجامعة هذي اللي كتأمنوها انتم تعطيونا المرسلات وجينا المرسلات عنا احنا عن طريق الجامعة هي حشبت علينا مرسلات الاولى اللي هي اساس التهمة اللي موجهة لنا واللي اللي اللي على ضوءها حكموا علينا وثانيا من اللي جاء الحكم اليوم اربعة غوشت مبلغوشت لنا باش احتال الحق في الاستناف يحرمونا منه اذا المرة اللي حرمونا من حقنا في الدفاع يعني هذا والسادي الفاضي لتقصير الجامعة اه تقصير اداري يعني لها دور هذا تقصير للإدارة في اطار التواصلاتك هذا لا مشي تواصل هذي لا لا مشي تواصل هذي ميستارة يجب ان تحترم والاهم حاجة كما قلت قبلها هو انه الجامعة في شخص سيد الكاتب العام اللي كتجي مرسالها هي كتجي كامانة على اعتقاء ان توصل معني بالامر وهذه مسألة هذي احنا ما كانش عندنا نلحظ اننا نتوصلوا بها صحيح ان توصل بها هو ولكن توصل بها وقتاش اربع يام من بعد ما اصدر الحكم لماذا ستصلح لك هذي اللي خلا كما قلنا انا لما المرحلة الابتدائية الليجنة للاخلاق ابتدائيا تحكم ضدنا ولكن من بعد المرسلات من بعد اللقاء اللي كان عنده مع ميسيو فيرون سكتر جنرال دولا كاف في الرباط من 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 موغدابل اللي درنا مذكرة السينافي اللي درنا مفصلة يعني الناس خدوا بها خدوا بها وعطونا حق فلا شنو حقنا وإلغاء ذاك القرار علش هو جاء كلمة إلغاء لانها ذاك القرار هم اعتبروه كان حيف في حقنا لانا كان تقصير تجاه حقنا في التقاضي وبالتالي عطاو قالوا بانا إلغاء للقرار واعادة الملف الى اللجنة التأذيب الى كانوا شي متضرر لانا عندما نكتكلم عن مستغرات للتقاضي يكون هناك شيكايا هناك آآ وثائق وهناك متضرر له الصيفة لانا مليك ترفع الشيكايا امام الجنة قضائية او امام محكمة يجب ان توفر فيك جديد لحواج الصيفة والضرار ما هاللي عنده صيفة وعنده ضرار يمشي المعنى للجنة التأذيبية ومبدأوا معها من جديد معناش مشكل اما الان حنوء براء من هذة التومة هذي وممكن انهو يشتغل غدا وكما قالوا هما الدليل انهم يعني ما بقاش عنا علاقة معاهم فهذا مسألة هذي هو انك يرضوك المصاريف التقاضي ديالك مصاريف التقاضي رهت لتلاف دولار الشريك تساد المليون اه انا بدوري انه كان شكر يوسف لانا كان صابور معي وانا اه معامل اجيلي شي شوية خشنة لانك جدي في العمل وخبير في هذا المجال لا لا خايل معادي نتكلم عني في اخيرا انا معاملتي خشنة وطريقة الكلم ديالي شي شوية خشن ولي كيف همني را كيف يخبرني لي ما كيف همني شي اللغال السؤال لي عندي معك أستاذ الفاضيل بحكم ان العطارات كانت من الجامعة في اطار التواصل شق ايدالي باش يتوصل بوتائق في الخر غدي ضاع في حق ديالك باش يدفل نفسه وكذلك في الدفاع ديالك الرسالة ديالك المنهجيات الجامعة لتتبع المدربين اللي حقوا إنجازات في الوطن ولا هم حق تقرأوا تمكنوا أنه ميدربوا فرق وهي أولينا ناشية أقوية في مجر رياضة الرسالة اللي كتشوف أنت أنه يجب تخذ بعيدة اعتبار لمواكبة الأجيال الصاعدة بطريقة ممنهجة في التواصل باش ميضيعوش نفس القصة يليوسف كما قلت قبل بأنه القطع هذا يجب أن يهيكل اجتماعيا الهيكلة دياله اجتماعيا لا تنتمئا في إطار في خضام أنه ينخراط العمل التجاري عن طريق الشركة التجارية وبالتالي يصبحوا مستخدامين هذي الناس هذي عمال عندهم رتيب يخضعون قانون مدونة الشغل وبالتالي قانون مدونة الشغل مما ينص عليه المتاق الأممي الدولي للشغل كتنص على أن الحق في النقابة النقابة اللي كتدفع للحقوق ديالعمال وكتمثلهم وهي المخاطب الرئيسي والأساسي في ما بين رب العمال وما بين المستخدام إذن هنا يجب المرور إلى إنشاء نقابة خاصة بالمدربين وتقنيين ديالكورة القدم لش لأن كفانا عندنا ويدادية الويدادية هو عمل جمعوي عمل تطوعي يعني إحنا شفنا بأن الآن الحالة ديالي يوسف أو حالة ديال المدربين آخرين أو تقنيين مدربين خصوص آخرين مش نبقى غير مدربين ما شفناش الويدادية حركة أستاذي شكرا لك مشاهدين الكرام كما تبعتم معنا وكما قلت في الصابق أستاذ الوزاني له من تجربة ما يكفي لمواكبة ومعالجة الموضوع بحينكة وبدكاء بحكم طبيعي الحال تجربة دياله هذا شق مهم لتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع حتى تتضح الصورة أكثر يوسف الكاف كتوصل معطيات مغلوطة طلبات أجوبة من الجامعة الجامعة في شخص يعني الشق الإداري وكتابة دياله بطبيعة الحال لم تجيب يوسف في الأخير الكاف خدت قرار لماذا هذا اللاعب لا يستجيب في الموضوع هنا استرحكم خمس سنوات ما يزولش لمين أجيالو كمدرب في خضم الموضوع من بعد من لي فطن لهذا القرار أستاذ الوزاني كان هو العمود الفقاري كما قلت في السابق بحكم جربته قدر أتمكن يحدد مكامل الخلل في الموضوع وهنا كان الأياد الأمينة اللي يوسف وضع فيه ثقة وساعده والآن نفتخر بالبراء اليوسف في خضم الموضوع حتى لا ننسى بعض الكلمات والألغاز التي كان يوحي بها المدرب الوطني الآن اللي هو وليد الرقراجي قال في حقبة الزمانية كنت أترقى حروبات والبعض يقول بطريقة الخاصة كيف مثلا ذاك كما يقول بروش سيصنع لنا قرار يعني الطريق فيها صعوبات ولكن إذا كانت لك الرغبة والإرادة سوف تصل إلى الملتغى مشاهدنا الكرام حتى لا أطيل عليكم بشكل مختصر الكلمة الأخيرة مع يوسف في الموضوع وليد الرقراجي حقق إنجاز شاب يتقارب شيئا ما أنتوا يفسين نعلموا جيدا أنه القوة لكم بحكر الروح الوطنية رسالة للعالم العربي وكان إنجاز لتحقق بلا ما ندخلوا في التفاصيل دياله أنت الآن دخلت للتدريب بديتي وحققتي إنجازات على ما هو دولي بديتي بالقاعدة الأولى هو من انطلقتي من البرنوصي بغيت حقق إنجاز مشي بما صعر تقيت إكراهات الآن توفقتي في الباراء الرسالة ديالك وهي أننا ننتقل في الإطار الوطني الإطار الوطني تكون عنده طريقة التواصل ديره مع اللعب المغربي تعرف أنه يخرج منه أقصى شيء لأنه تمنح يتلاك كومينيكاسيون مع مغربي مع مغربي وتتعرف نقطة ضعف للعب وتتعرف المجموعة كيف تشتحمل معها تسهل عليك أشياء كثيرة ونسيما فش تكون عندك ذلك الروح الوطنية وبطبيعة الحال عندك الكفاءة وطريقة ديال العمال وطريقة التواصل مع اللاعبين فأكيد تتحقق الإنجازات اللي بحال كيف حقق والد الرجل فالمساج ديالي أننا ننتقل في الأطار المغربية نعطيهم ثقة نعطيهم الفرصة باش إحققوا لنا هذا الشيء اللي احلمنا به وعشنا في هذا الكأس العالم الأخير وفرحنا به لحنة وللريادي الأول اللي هو جلالة الملك محمد السادس ليوفر أشيء كثير فأكيد أن الإطار الوطني إلى تعطيته الأمور كما ينبغي فممكن أنه يوصل لبجيكتيف ديالو شكرا لك أستاذ الوزاني كذلك مشاهدنا الكرام حتى لا أطيل عليكم في خدم الموضوع آخر تصريحات ديال رئيس الجامعة رئيس الجامعة فوزي القجاع بعد أنه العودة بطبيعة الحال من المونديال تاريخي تصريحات ديالو أنه يعترف بشكل ترقائي أن هناك بعض اختلالات بعض الإشكاليات وسوف يتخذ القرارات المناسبة في وقتها وكما يجب هذه المنهجية ديال القجاع لا يمكن أن يعمل بشكل منفرد كما يجب إعادة النظر لمنظومة في الجامعة حتى يتسنى الجميع الوصول لهذا في الأسماء والرقي بالرياضة بطبيعة الحال مشاهدنا الكرام فوزي القجاع له منهجية محكمة ويعلموا جيدا أين هي مكامل الخلل وهذا نداء مشاهدنا الكرام نحن الآن على تتبع دائما مثل هذا الوقائع وسوف نوفقكم دائما بالجديد فيما يخص قصة يوسف السؤال المطروح يوسف عانى شق نفسي كبير والآن داخل واحدة منهجية أخرى بعزمة أخرى بإرادة أخرى لمواكبة المصار مشاهدنا الكرام تعليق المواطن شكرا لكم